محافظة لحق وحيدة من المحافظات التي أصابها وباء الكوليرا ولازالت تواصل معركتها ضد هذا الوباء ولكن مع حلول فصل الشتاء يبدو الوباء متفقم خاصة وهي تستقبل ضيفا لا يقل فتكا عن الكوليرا ألا وهو مرض حم الظنك ولذلك كان لابد من تدشين حملة الرش الضبابية الثانية ضمن مشروع مكافحات حم الظنك التي جعلت من مدينة الحوطة محطة الانطلاق لتنفيذها في بقية المدرية المستهدفة هذه الحملة أننا الآن في فصل الشتاء ويتكاثر النامس ويتكاثر أمراض حم الظنك وشركنا من شباب المجتمع من أبناء الحوطة في هذه الحملة الحملة التي تنفذها مؤسسة العون للتنمية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تصاحبها العديد من البرامج التوعوية للعاملين في المجال الصحي والمجتمعي بالإغاثة عملية الرش والتطبيب للمديرية هناك فرق تتقيفية تقوم بتتقيف المواطنين حول أهمية التخلص من بؤر التوالد والتي تنفيها تكاثر البعوض والتي تشكل أساساً المستودع أو الخزان الذي ينتقل منه البعوض ومن ثم يقوم بنقى المرض مصاب بالمرض إلى إنسان صحيح غير مصاب بالمرض طبعاً وصاحب هذه الحملة أيضاً عملية التشخيص وعملية التوعية وعملية التطبيب وعملية تدريب الكاذر الصحي على كيفية التعامل مع مرضى تلعب هذه الحملات التوعوية والبرامج التثقيفية في الجانب الصحي دوراً هاماً للحد من انتشار الأمراض وخلق وعي صحي بين المواطنين بغراض القضاء على مصادر نقل الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة المواطنين وإجاد بيئة نظيفة آمنة للعيش بسلام مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحظة